أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدين والدنيا اليوم سنهضر على موضوع هام وتجور مربوط بالكورونا ما زلنا مربوطين بالجائحة والكورونا موضوع اليوم هو خاص بالولدين نهضر اليوم على بر الوالدين المرارفات تهضرنا على سيرة الرحيم اليوم نهضر على بر الوالدين كيفاش نستعاملت مع ماليها وكيفاش نستعاملت مع والديها أيضا في هاد الكورونا هذا كيفاش نحن لبنا وشفنا كاي اللي وقفوا مع ماليهم كاي اللي ما وقفواش مع ماليهم كاي اللي يسمحوا فماليهم كاي اللي ما سموهش فماليهم هذا كامل باش نسيوه يعني بلا من نهضر بالدرجة باش نستفهم هذا قاع باش ننسيوش نعدو والدينا بسكو والدينا هم أكبر علينا كاي اللي مراد واغلبيتهم مراد مع حضور الشيخ حسن بارك الله فيك شيخ الله يبرك فيك نورك إن شاء الله نعم ربي بارك ومع القناة الجديدة الله يبرك إن شاء الله بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل أولا نقدم تحية الإسلام وأحيي جميع المشاهدين فأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم ثانيا نشكر الله عز وجل ونحمده على أن أغاثنا في هذه الأيام المباركة وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا به أن ينفع البلاد وأن ينفع العباد ثم في هذه الجلسة المتواضعة وأسأل الله عز وجل دائما الإخلاص في القول والعمل ومع هذه القناة الجديدة وأسأل الله تعالى أن يبارك لها وأن يجعلنا خدمة لهذا الدين ولهذه الأمة إذن سنشرع بإذن الله هذه أول حصة مع تلفزيون لنا وأسأل الله تعالى أن يبارك لها في أعمالها وأسأل الله تعالى التوفيق لهم ولنا ونسأل الله تعالى الإخلاص إذن نواصل الحصص التي تتعلق بأمور العائلة وقد مر سابقاً الكلام عن صلة الرحم وفي هذه الجلسة وأسأل الله التوفيق سنحاول بمشيئة الله أن نتحدث عن أمر من أعظم الأمور وهو بر الوالدين وخاصة ونحن نعيش في زمان أو في مجتمع الكثير من الأبناء يقصرون في بر الوالدين جاءت مع الوباء هذا شيء نعم يعني ذك إحنا نقوله قبل الوباء قبل الوباء ودي جام قصرين نعم يعني هذا قبل الوباء ونشوفه يعني كيفاش الناس رمى بعض الشباب وبعض الناس كيفاش يتصرفوا مع والديهم كيفاش عاقين والديهم وندخلين في العقوق مباشرة نعم نعم دخلين في العقوق وهدرنا على هذا الموضوع هذا يعني سابقا سابقا زوج ومواسم هدرنا عليه ولما راحناها في الوباء هذا يعني يصابوا سبا أيضا الوباء ولا سبب ولا حجة ولا حجة باش يقول لك حنا نخاف على المالينا باش منعدهم ولكنهم عاقينهم في عقوق الوالدين أنا حبيت نشرح بعض الأمور هكذا شيخ باش ناس تفهم باللي الكورونا ليست حجة أيضا باش يتهرب يتهرب من المسئولية تاعه وهي مسئولية والديه خاصة الكبار وشيوخة نعم تفضل شيخ تفضل بارك الله هي في الحقيقة والله شوف الأمر هذا متشاعب والأمر كما يقول لك ماوش هايين باش الإنسان يتكلم عليه هي صح مثلا قوله من باب الإنسان مثلا مايروحش 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 لزيارتي الوالدين يقول لك أخشى لكن نروح نعديهم كما قلت العدوى توصل لهم صح هذا من باب باب هذا باب إنسان يتحفظ صح ولكن كان أمور أخرى يستطع الإنسان يجتهد فيها سبحان الله يعني زيارة كما قلت الوالدين ماوش لازم تروح لهم كان أمور أخرى تقدر كما حتى الاتصالات فقط بالتليفون شيخ بارك الله يرى في تليفون يسخسي علي إماها على باباه يسخسي علي أنا نعرف ناس يروح يشوف مواليهم البالكون سبحان الله يقول لي ما ندخلش للدار يا شيخ ما ندخلش للدار مصح ما نقدرش يعني ما نشوفش والدية يومين مستحيل السبع لا يقول لي ما نقدرش نشوفهم يومين ما نشوفش مواليهم مستحيلة السبع الله يقول لي نروح ونعيط لهم البالكون واندخلوا في التليفون ويخرجوا في البالكون وشراكيما وشراك باباه لا باس بخير ما أخذكم موالو قال لي القوديان نحطوا عن باب الدار ونجبض روحي يعني هذا في باطيمون قال لي ننطلع الباطيمون ندخلهم في الباب نحط لهم القوديان نعاود نهبطوا أنا في البالكون كما قلت رهيب وكان أيضا لناس نعرفهم والتصلبية وشفنا بعيننا هما مرضوا ولادهم مرضوا وقعدوا باتصال مع مواليهم وكان واحد أخرين أيضا والديهم مرضوا وولادهم راحوا يشوفهم كيف كيف في متاقة ولا من البالكون ولا يعني ما دخلواش مستشفى الحمد لله ايه مصح ما قطعوش معهم ما قطعوش وكاين الجهة الأخرى راحت يمواليهم يسقسوا عليهم في التليفون وما يردوش عليهم في التليفون ما يشوفهم بشهر بلا ومن بعد كي يحكموهم يقدروا يحكموهم يعني يسقسوا على ولادهم وما يسقسوا على ولادهم على ولاد ولادهم يقولوا الحجة وشنو لا لا قال لابلكم أخفنا نجو باش ما نعدوكم كورونا ودير حالة وانتم أكبر وانتم ممراض يعني أنا بنت لي هذه حجة بطلة يعني ما هي كي تشوف والله في الحقيقة علش قلت لك هذا أمر موش هين ولا سعب صح وبين شيخ يعني وبين هو رو يعني شوف صح ما روش هين صح ما روش هين بس كل المسؤولية وعرة هين مسؤولية وعرة أنا واحد كي رح نشوف مالي والله غير نقعد على واحد زج مترات على يا إما الأب تاعي ولا الوالدة والوالدة تحب تسلم علي تقول لي لا لا وكيف هاش عنديش حال ما سلمتك شو ما عنك تكش والله غير نخاف عليك يا الحاجة والله غير نخاف عليك والله المرايفات غير بكات بكات قلت لي ما كيف هاش أنا بلادي ذوك ما نسلمش عليهم كيف هاش أنا ولادي ولادي توحشتهم خاصة ذوك بلادنا معه ولا والمدرسة ونحن على بنا باللي يعني وزارة التربية يخذ الاحتياطات تحتها كامل ولكن المرض موجود يعني موجود هي موجود المرض وناخده قعد وقايا وكذا وناخده حدرنا وناخده كل شيء لازم نديروه مسح حكذاك ويعني الدلاري يجيبوا المرض وما يخرج فيه ما يبانش عليهم وما ولكن يقدروا ينقله ونفهموا فيه هما اللي نقول يا ربدي إحنا نخاف عليكم المصح ما تقطعش رجلك كما نقول احنا بالدرجة ما تقطعش رجلك فسك هذي كبده هذي يمات هذي بابات ونبي صلى الله عليه وسلم هو سبحان الله كم من حديث يحكي على الوالدين وخاصة يقول لك لما يكون مريض أنا نهض رأينا بالدرجة بش نستفهم يقول لك يكون بابك مريض ولا يمك مريضة كبار شيوخة التموين تزيد يعني تتهلى فيهم كتر من اللي كانوا وقفين على ددان توقفوا فعالهم أكثر كما يقولون وما رباوك كبروك ردوك راجل وردوك مرأة ودرك يعني إنسان الحجة كورونا سبحان الله بش يتهرم من المسئولية ايه من المسئولية انا تبلي هكذا هي في الحقيقة بش نقول لا 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 نعم شوف كايني وحو يطلعوا على الماليهم من البالكون ولو يعطوا من البالكون ولكن يشوفوا الماليهم من الباب يخلو الباب مغلوقة هذه الدبلة المغلوقة ولا يحلوش بابه ولا يقعدوا على زوج 300 وكايني المحد أخرين اللي لا يحوصوش طول لا يحوصوش عماماليهم لا يسألشوا ودوك الوالدين شيخ أرام كبار مالينه كبار يقولوا ما تخرجوش مدار وما تديروش وما تعملوش هاولوا كان مالا يزم توفر لهم تقولوا ما تخرج مدار البابك ولا اليمك مساحة شري يقضي لهم يقضي لهم كما نعرفون جماعة نعرفهم يعني الحمد لله كاين يقضل المالهم ويحطلهم عن باب الضار كاين واحد صحبي شيخ اي نعم واحد صحبي أخوه يالياس ونقدم له التحية وخاد موقف والله العظيم يعني اليوم ما رانا يعني نحن نمده أمتي لحية أنا عايشين هالكورونا نمده أمتي لحية هذا الصديق هالياس أو بابه توفى الله يرحمه كورونا في مستشفى مصطفى باشر مساحة شيخ سبل نفسه وراح ودخل مع بابه للسرفيس كورونا سبل نفسه لك مستحيلة سبع بابا نحطه في المستشفى ونجعله هكذا وزيد يعني يقول لي هو تاني يتقيل على الممرضين على الإزام فرمية وعلى المستشفى أما لانني بصحتي أنا نسبل نفسي فيه خوتي كاملة سبل نفسه هو يعني ضحى بنفسه وراح تخلي السرفيس مع باباه وهو اللي يرفض باباه وكان يبات مع باباه وصاب روحوا يعاون الناس مرضى وحد أخرين كورونا لما كاش اللي يرفضهم هادي هي ما كاش اللي يرفضهم نعم وقال لي باش نخفف أيضا على السرفيس تعال الكورونا فسكوليزان فيرمية والأطباء مساكننا رمى يعني رمى دي باسي المهم شوف هذا الولد هذا كيفاش سبع نفسه مع باباه قال لي مستحيل شيخ مستحيل يعني كيف هبابا نحطه في المستشفى والراح ما كاش منها دوك احنا مرناش نقول للناس يعني لي باباه ماليهم دخلوا المستشفى ولا يرحوا يضحوا بنفسهم ولا باسكو هام يمد يدوا نفسهم التهلكة والله عز وجل يعني ما حرمها هذي ولك اللي كرح تسويسيدي يعني إنسان مع البشي ليسلك إلا ما يسلف وذا لا يجو الشرع ولكن شوف الدرجة كيفاش وكائن واحد أخرين اللي قايمين ماليهم وكائن يعني واحد أخرينهم صايبين السبا في الحجة الكورونا أنا هذي اللي حبيت إننا نهض